نقاط على الحروف تهافت التهافت إلقاء الحجة واجب ناصر قنديل عندما نناقش مواقف التيار الوطني الحر من الاستحقاق الرئاسي فنحن نفعل ذلك من باب الحوار أي الانطلاق من قناعة قوامها أن المشتركات التي جمعتنا لا تزال ذات قيمة في تفكير التيار وقياداته وكوادره ولأننا لا نريد أن نصدق أنها كانت مجرد عنوين قابلة للاستبدال عند خلاف تكتيكي مثل الاستحقاق الرئاسي وشرط بقائه خلافا تكتيكيا هو أن لا يتحول بلغة التحدي والعناد والأنى السياسية إلى سبب الانقلاب على قواعد الخيارات الاستراتيجية ذلك أن التيار يقدم خلافه مع حزب الله رئاسيا تحت شعار أن الحزب لم يعطي الشأن الداخلي المتمثل بعنصري الإصلاح والتوافق الجامع مساحة كافية في خياره الرئاسي لكنه يضيف أنه يقول ذلك دون التقليل من حجم أهمية موقف المرشح الرئاسي من المقاومة ودرجة الثقة بقدرة المرشح على الثبات على هذا الموقف كما قال قادة التيار مرارا ويقول أنه ليس صحيحا أن المرشح سليمان فرنجي هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق هذا الشرط المطمئن للمقاومة طالما أن رئيس التيار النائب جبران باسيل غير مرشح كما جرى في حوار رئيس التيار النائب جبران باسيل مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الصيف الماضي هذا يعني أن التيار هو صاحب الحديث عن الرئيس الإصلاحي والجامع توافقيا وليس حزب الله وأن هذه هي مآخذ التيار على ترشيح الحزب للوزير الفرنجي وأنه عندما يأتي التيار لتبني ترشيح ما فيجب أن نتوقع أنه لن يقع بما اتهم الحزب الوقوع به ونحن هنا نناقش وفقا لمعايير التيار لمفهوم الإصلاحي الذي يحظى بالتوافق الجامع ويمثل مصدر اطمئنان للمقاومة وهذه مصطلحات التيار لكن دون أن نتبناها ولذلك لا يمكن أن يرد التيار على تطبيق معاييره على أي مرشح يتبناه هو بالقول لكن مرشحكم ليس أفضل ذلك لأننا نتحدث عن معاييره هو وحزب الله وضع مفهوما مختلفا للرئاسة والإصلاح عن مفهوم التيار وهذا في علم الكلام اسمه إلقاء الحجة وهو لا يعني قبولا بالمنطق الكامل المقابل لأن تقييم فرنجيه ومواقفه أو صفاته الإصلاحية ليست هي موضع النقاش بل التسليم جدلا بصحتها من وجهة نظر التيار يهدف لمناقشة خيارات التيار البديلة ودرجة احترامه لهذا المعيار الذي حاكم فرنجيه على أساسه كانت مآخذ التيار على فرنجيه خمسة الأول أنه جزء من المنظومة الحاكمة التي رعت المحاصصة وشاركت فيها وأن علاقته برئيس مجلس النواب أحد أركان النظام تشكل مصدر قلق على صعيد النظر لكيفية إدارة الدولة والثاني أن فرنجيه لا يحقق التوافق الجامع بغياب تأييده من كتل نيابية وازنة والثالث أنه لا يملك تمثيلا مسيحيا وازنا يكفي لتقديمه لرئاسة الجمهورية وهو المنصب الأول الذي يمثل المسيحيين في الدولة والرابع أنه لا يملك فرص الفوز بالرئاسة بسبب حجم المعارضة التي سوف يواجهها داخليا وبدعم خارجي والخامس أنه سبب دعمه من حزب الله سوف يتسبب بمعارضة دولية وعربية تزيد من عزلة لبنان والحصار المفروض عليه وأنه يملك صفة واحدة من الصفات التي يسعى التيار لوجودها في المرشح الذي يمكن أن يحظى بدعمه وهي تأييده للمقاومة وطمعنطه لها من الممكن فهم موقف التيار على قاعدة الانسجام مع الذات لأنه لم يتقدم بترشيح رئيسه رغم أن هذا الترشيح يقول هذا مرشح يطمئن المقاومة وإصلاحي ويمثل مسيحيا قوة كبرى ذلك أن سائر الشروط غير متوافرة كمثل عدم إمكانية تحقيق التوافق الجامع وتفادي الفيتوات الخارجية وتوفير فرص الفوز ولذلك كان التيار يستطيع البقاء منسجما مع نفسه لو أقدم على طرح ترشيح شخصية تحقق ما يمثله فرنجي من طمأن للمقاومة وتلبي الصفات الإضافية من سلة مآخذ التيار على فرنجي إذا تعذر توفرها جميعها في شخصية واحدة لكنه لم يفعل ليس لأنه لا يرغب بل لأنه وجد ذلك مستحيلا لأن المرشحين الذين يملكون حيثية مسيحية وازنة أربعة وفرنجية أحدهم وكل الباقي من غير هؤلاء الأربعة سيأتي بدعم كتل وازنة بالاستناد إلى حيثية خاصة تفوقها حكما حيثية فرنجي ولن يكون ممكنا مقارنتهم بفرنجي في مجال طمأنة المقاومة وسوف تبقى القدرة على الإجابة عن أسئلة مثل التوافق الجامع وفرص الفوز وتجاوز الحصار والقطيعة معلقة خلال الشهور الماضية بقي التيار بلا مرشح لهذا السبب اكتشاف أن المعايير التي وضعها لرفض فرنجي تشكل قيودا يصعب إيجاد المرشح الذي يستطيع تجاوزها وبدأت التطورات تظهر أن مسيرة ترشيح فرنجي تتقدم في تجاوز العقبات التي قال التيار أنها عوائق لخبول ترشيحه خصوصا على صعيد ثلاثة عناصر الإحاطة الخارجية التي تخطت مرحلة القلق من الحصار والقطيعة لتفتح أفاق مرحلة إيجابية في الانفتاح العربي والدولي فرص التوافق الداخلي الذي بدأت ملامحه تتسع ولو لم يبلغ بعد المدى اللازم والمطلوب وفرص الفوز التي ظهر أنها تتقدم ولو أنها لم تبلغ بعد مرحلة ضمان أغلبية الـ 65 صوتا اللازمة لانتخاب الرئيس هذا التقدم في وضع فرنجي نتج عنه تفكك جبهة مقابلة لحزب الله تقودها القوات اللبنانية وقد نشأت لكسر الحزب وخياراته وليس لكسر فرنجي كما قال قادة القوات اللبنانية علنا أنهم يحترمون فرنجي لكنهم يخاصمونه لعلاقته بحزب الله وأدى هذا إلى خروج الحزب التقدم الاشتراكي من هذه الجبهة التي لها مهمة كسر حزب الله بسبب قراءة الحزب للتطورات الحزب التقدم الاشتراكي للتطورات الجارية في المنطقة وملاقات التموضع السعودي الجديد ملتقياً بصورة مؤقتة مع التيار في الوقوف على الحياد في ظل انسداد الطريق واقعياً أمام فرضية طرح بديل يحقق نصاباً أعلى في المواصفات من وجهة نظر التيار فالتقيا تحت شعار لا لرئيس يصطف مع حزب الله أو ضده عبر أولوية الدعوة للتوافق الذي يشمل الجميع وصارت الأمور بين خيارين رئيسيين في الرئاسة فرنجية مرشح جدي أو الفراغ فكان سعي القوات لتعويض تفكك جبهة المواجهة مع حزب الله عبر الاستعداد للتفاوض غير المباشر وتحت تهديد التشكيك الدائم بين عدم الثقة مع التيار سعياً للتوصل إلى مرشح مشترك ليس مهماً من هو هذا المرشح المهم هو تعويض خروج الاشتراكي وعدد من النواب المستقلين من جبهة المواجهة مع حزب الله وكان السؤال هل يمكن الجمع بالنسبة للتيار في مرشح واحد بين صفة طمأنة المقاومة وكسرها بين صفة العداء للمنظومة الحاكمة والانتماء إليها بين السعي للتوافق الجامع وكسره من حق التيار أن يقول لمن يسألونه عن كيف يتبنى ترشيح وزير المالية السابق في حكومة الرئيس فؤاد السانيورة جهاد أزعور إن من يؤيد فرنجي والرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي لا يجب أن تكون لديه مشكلة مع أزعور لكن السؤال لمن يقول أن لديه مشكلة مع بري وميقاتي وفرنجية والسانيورة كما يفعل التيار كيف لا يكون لديه مشكلة مع أزعور وما هو السبب الذي يجعل الذي يرفض بري راعيا مفترضا لفرضية عهد فرنجي أن يقبل ما يعلم أنه حقيقة رعاية السانيورة لحقيقة عهد أزعور وما هو السبب الذي يرى ضعف تمثيل فرنجي مسيحيا ولا يرى انعدام تمثيل أزعور لأن السؤال ليس عن تمثيل الكتل المسيحية المؤيدة بعد انضمامها للتأييد بل عن تمثيل أزعور قبل هذا الانضمام بل عن سبب هذا الانضمام ورفضه هناك بداعي أصل التمثيل كيف يمكن لغياب التوافق الجامع أن يسري هنا ولا يسري هناك والسؤال الأهم أين أصبح شرط رئيس يطمئن المقاومة أكثر من فرنجي أو مثله على الأقل والعراب السياسي للمرشح أزعور هو الرئيس السانيورة الذي يعرف التيار مواقفه عن كثب خلال حرب تموز 2006 وإذا كان فرنجي من ضمن المنظومة الحاكمة والمحاصصة أليس النظام المالي الذي يمثل السانيورة مثل رياض سلامي عقله وروحه هو الأب الروحي للمنظومة هذا الكلام للنقاش وإثارة التفكير وطالما أن التيار لم يعلن بعد قراره النهائي أي لم يجتمع ويعلن قرارا وربما يناقش تكتل لبنان القوي هذا الأمر اليوم أو غدا أملا بأن يتاح للمعنيين قراءة هذا المقال قبل النقاش لكن بعد القرار أيضا سوف نقرأ وسوف نناقش ونقول من حق التيار طبعا أن يقول أنه قرر تبني ترشيح أزعور رسميا هذه هي الديمقراطية وهو يعلم أن لا توافق جامع حوله ولا فرص فوز تنتظره لكن في هذه الحالة يكون من الأفضل انسجاما مع الذات واحتراما للعقول القول أن التيار قرر الانتقال إلى جبهة تقودها القوات اللبنانية عنوانها السعي لكسر حزب الله لأن لا وظيفة أخرى للترشيح وكسر حزب الله ليس مشروع التيار بل مشروع القوات حتى بعين الواقعية السياسية والتحالفات دائما تطرح سؤال من يستعمل من وإذا نظرنا لحلف التيار وحزب الله بعين الصدق لا يمكن أن نتحدث عن استعمال أحد لأحد لكن طالما أن حلف القوات والتيار عابر لمحطة واحدة ووسط التشكيك بصدقية التيار من طرف القوات يصبح السؤال مشروعا هل تنجح القوات هذه المرة باستعمال التيار؟ ناصر قنين